اهلا بكم ميلا موجز اخبار الان اعلنت قوات مكافحة الارهاب العراقية عن تحرير كامل مدينة تل عفر من احتلال داعش بعد معارك عنيفة مع افراد التنظيم وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب انه تم تحقيق نتائج جيدة في معاركة تل عفر بفترة قياسية ويأتي ذلك بعد ان حققت القوات الامنية العراقية تقدما كبيرا في معاركة استرداد مدينة تل عفر اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان باريس ستمنح العراق هذا العام قرضا بقيمة 430 مليون يورو بعدما تأثرت موازنته بشكل كبير بمكافحة داعش وبتراجع اسعار النفط وابلغ وزير الخارجية الفرنسي جان ايفلو داغيان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال اجتماع ظهر السبت في بغداد ابلغه انه سيتم صرف الاموال قبل نهاية العام كما اكد وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي ان المعاركة ضد داعش مستمرة بالرغم من الانتصارات التي تحققت حتى الان وفي الشأن السوري قال انه لا يجب يغفال البحث عن حل سياسي في سوريا واضف انه لا يوجد شرط مسبق لرحيل بشار الاسد خلال المرحلة الانتقالية وان الموضوع الاساسي في سوريا هو محاربة داعش اعلنت منظمة الصحة العالمية عن ازدياد اعداد وفايات الكوليرا في اليمن الى الفين وثمان عشرة حالة منذ السابع والعشرين من نيسان ابريل الماضي واضحت المنظمة انه تم تسجيل خمسمائة وخمسة وستين الف واربعين حالة يشتبه باصابتها بالوباء منذ ذلك التاريخ في اثنتين وعشرين محافظة من اصل ثلاثة وعشرين شارك مئات الاشخاص في تشيع ضحايا تفجير انتحاري وهجوم مسلح تبناه تنظيم داعش على مسجد في العاصمة الافغانية كابل فيما ازداد عدد الضحايا الى ثمانية وعشرين قاتيلا وقرابة خمسين جريحا واشيع اقارب الضحايا واصدقاؤهم قتل الاعتداء الدامي الذي تبناه تنظيم داعش واستهدف الاقلية الشيعية في البلاد توقق قالت كوريا الجنوبية والجيش الامريكي ان كوريا الشمالية اطلقت صواريخ قصيرة المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقية السبت في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وسول تدريبات عسكرية سنوية مشتركة وقالت قيادة الجيش الامريكي في المحيط الهادئ انها رصدت ثلاثة صواريخ قصيرة المدى اطلقت على مدى عشرين دقيقة توقف موقع والتواصل الاجتماعي فيسبوك عن العمل في كثير من دول العالم بعد عطل مفاجئ لم تتضح طبيعته واستصمت من قبل الشركة ونشر التغريدات على تويتر تقول ان فيسبوك توقف بشكل مفاجئ عن العمل الى اللقاء